شخصية هذا اليوم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ثمان سنوات الشيخ محمود خليل حصري نقله نوعية ومميز بين القراءة خاصة القراءة التجويد وقراءة التعليم الشيخ محمود خليل حصري عين قارئ عام 1950 في مسجد الأحمدي بطنطا ثم عين سنة 1955 قارئا في مسجد الحسين عام 2019 سميت مسابقة القرآن الكريم العالمية بمسابقة الحصري توفي الشيخ محمود خليل الحصري عام 1980 للهجرة ترك إرثا غنيا للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية سجل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وسجل القرآن الكريم برواية ورش عن نافع وسجل القرآن الكريم وهو الأول في هذا المجال قراءة المعلم قراءة تعليمية رحم الله الشيخ محمود خليل حصري وجزاه عن الأمة الإسلامية خير الجزاء وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا وإياه في جنات النعيم